إخواني وإخواتي مرحبا بكم في تطبيق عملي جديد هذه المرة واقع الاختيار على الذهب قمت ببيعي الذهب الآن وهي الآن بدأت صفقة تحقيمها 15 دولار هذه صفقة يعني دي تريدين دخول خروج بسرعة ما راحش تتأخر كتير وريسك ريوورد عندها 1.36 ليس بريسك ريوورد ممتاز ولكن ليس بريسك ريوورد سيء لا بأس به ريسك ريوورد جيد طيب لماذا دخلت في هذه الصفقة هذا والمهم؟ على فريم الأربع ساعات ولاحظ أن هناك القوة هي بيعية لاحظوا القوة هي بيعية على فريم الأربع ساعات جميل جدا ويعني نحن الآن في هذه الحرب بين المشترين والبيعين نطاق وقد يعني قد يكون هذا كله فقط تلاعب لاحظوا قد تكون هذه المنطقة كلها تعرفوا أن نحن نتداول تلاعبات قد تكون هذه المنطقة كلها فيك أو تلاعب وعندما نزلت ذهب بقوة وعاد كنا قد استغلنا هذا الفرصة بيعنا وحققنا بنا ربح قوي وكان يوم الجمعة وقلت مع نفسك إذا ارتد الزهب إلى هذه المنطقة مرة أخرى يمكنني أن أحاول البيع لكسر هذا القاع مرة أخرى لأن هذه منطقة ترتيدات يمكن أن نرتد منها السعر ليس لأنها منطقة دعم ومقاومة لا ولكنها منطقة بيك بوين منطقة بيك بوين الموجة الدافعة وهذه بنية تصحيحية طيب هل هذه البنية التصحيحية مكتملة؟ نعم لأنه عندنا نموذج رانين في الوسط وان تو تري عندنا هذا النموذج كذلك اكسباندين فلات وان تو تري إذن بنية مكتملة مكتملة أي إشارة للبيع سنقوم بالبيع أي إشارة للبيع سنقوم بالبيع وهذا ما قمت به أعطني فرصة للبيع وقمت بالبيع مباشرة بعد أن حصلت على الإشارة وقف خسارتي في هذه المنطقة لأن هذه منطقة بيك بوي فريم الساعة وهذا فيه كسر القاع فقط لماذا كسر القاع فقط وليس أكثر؟ لأن هذه الحركة قوية إذا نزل الزاب وكسر القاع سيعود لتقفيل هذه الموجة لكي يصبح هذا هو النموذج المكتمل للبيع إذن أنا أورد فقط أن أخذ هذه الصفقة إلى القاع وبعد ذلك أنتضر فرصة للشراء وبعد ذلك أنتضر فرصة للبيع هذا هو دوري إذن نزلنا إلى فريم خمس دقائق سنجد أن البنية مكتملة في هذا التصحيح هذا التصحيح لأنه هذه الموجة التصحيحية ارتدت بنسبة 90% وأكثر حتى 100% من هذه الموجة الدافعة وكذلك هذا النموذج مكتمل 1-2-3 مكتمل وفيه وخلينا نحضر المعك دي أتوقع في A-B-C إذن بعد C منعي كسر الاتجاه وتصحيح أكبر من هذا إذن كل هذه العوامل التي جعلتني أبحث عن البيع هي ليست عامل واحد فقط عدة عوامل طيب خلينا نمسح الأمور أكده إذن الآن دوري هو أن أنتظر وأرهب هل سنحقق الربح ولا لا لماذا وضعت وقف خسارتي هنا فقط تجنب لتلاعب أخير قبل الهبوط تجنب لتلاعب أخير قبل الهبوط لأنها مشي في التدور والتايمين قد يكون تحليلي صحيح ولكن توقيتي خاطئ وهذا ما يحدث لأغلبية المتدورين أنا كذلك ممكن أن يحدث معي هذا الأمر لذلك وضعت وقف خسارة هنا لأن هذه منطقة البيك بوين على الفريم الأكبر على الفريم الأكبر هل هذا يعني أنه دائما نحن يجب أن نكبر وقف الخسارة؟ لا لا نهائيا ولكن هذه الصفقة يجب وضع وقف الخسارة فوق منطقة البيك بوين هنا لذلك أعطتني واحد لواحد فاصلة واحد وستة وتلاتي أتوقع واحد فاصلة اثنين واربعين تقريبا أوكي خلينا نشوف على ما ده ستسفر هذه الصفقة إذن إخواني أخواتي كما تلاحظون تم ضرب الهدف بالملي لاحظوا ثم بعد ذلك ارتد السعر هذا في الذهب إذن كانت صفقة ممتازة تقريبا ألفان وستمائة وأربعة وتلاتين دولار هو ما تم تحقيقه في هذه الصفقة الممتازة باستعمال تحليل موجي والبرايس يعني البح قوي أخواني أخواتي كما تلاحظون هذه كما قلت صفقة ديت تريدين صفقة ممتازة الفين وستمائة وأربعة وتلاتين دولار أخذت بعض الوقت ليس بوقت كبير تقريبا يعني ساعتين تقريبا ساعتين 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 ونصف وبعد ذلك خرجنا الآن بعد كسراء اللقاء قد يعود الذهب هكذا أو قد يستمر في النزول قليلا ثم يصعد يعطينا هذا التقفيل لا يهمون الأمر الآن حققنا ما نريده أصعب منطقة يمكنك أن تتدول فيها هي المنطقة التي تدولنا فيها لأن تحتاج ردات فعال قوية وهذا يثبت لكم قوة دوراتنا التدريبية قوة ما نقدمه من من علم ومن معرفة كما تنحضون إذا أردتم ضبط مثل هذه الطريقة ما عليكم إلا استغلال عروضنا ودوراتنا التدريبية إذا أردتم تعلم استراتيجية أقوى من هذه الاستراتيجيات بمئات وألاف المرات نحن نقدم عروض ودورات تدريبية تساعدكم على الربح من التداول ليس فقط تعلم تداول ولكن الربح من التداول هذا هو العرض فيه دورتين تحليل موجي وبريس أكشن قوة هذا العرض وجماليته في كونه يحتوي على ثلاثة أجزاء الجزء الأول هو الفيديوهات تعطيك ثلاثين بالمئة فقط مما تحتاج الجزء الثاني هو قناة التحليلات اليومية وكنا قد تطرقنا في قناة تحليلات اليومية لهذه الصفقة ولذلك هي أهم سبعين في المئة تعطيك لأنه بها كل الأسرار وكل الاستراتيجيات وكل أمور والتقنيات التي تساعدك على احتراف المنطق والجزء الثالث هو الخيص لكل هذه الاستراتيجات بعد مرور أربعة أشهر حتى لا يتشتت تركيزه كل هذا بـ197 دولار إذا أردت اشترك في هذا العرض رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك أول رابط لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم وأن العلم نعرف كذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا يا أخوي سام لإلك ولجميع أعضاء أسرة التحليل الموجي والبرايس أكشن حبيت أحكي عن نفسي بفور عند أفتر آآ ما خدت دورة التحليل الموجي والبرايس أكشن بفور تتلخص بثلاث كلمات فوق تلاتين أربعين خمسين وخسارة فاتحة لرأس المال آآ أفتر اتحسن أدائنا اتحسن أدائنا كتير آآ لناحية التحليل قراءة الشارك الشارت اكتشاف الأسرار سنعرف نحن وين ماشيين بموجة دافعة ولا بتصحيح تعرف أيما تفوت أيما تطلع تجني الأرباح تجني الأرباح آآ وإذا كان تحليلها غلط أقل له تقدر تطلع برايك إيفنت أو بخسارة كتير بسيطة فرق كبير ما حدا يعطيك صفقة لا تعرف عبر قنوات يعني ما تعرف حالك أنت بوايف آآ باآ باآ أو بموجة دافعة ما تعرف شي كنا ناخد الصفقات ونفوت نعلق ونلاقي حالنا باكوديشن أو بخسارة ستين وسبعين بالمية آآ فهلأ اختلف الوضع آآ مية وثمانين درجة أنا بدعي جميع اللي عم بيحضروا تحليلك اليومي آآ على اليوتيوب ما تتأخروا كل يوم عدم مشاركتكم لا الدورة هو خسارة بحد زيته هو خسارة بحد زيته لأنه أنت منك عم بتزيد راس ميلك المحافظة عراس الميلك هو خسارة بحد زيته شكرا لإلك يا أخوي سام وكل التوفيق من قلبي وألف شكر لإلك